أنا طلعت والدتي عمره الحمد لله في شهر الرجب والعمره دي فلوسها كانت من جمعية أنا بتفعها لحد دلوقتي وكمان قدامي فترة طويلة أتفعها هل كده عمرتها فيها مشكلة؟ وللعلم الفلوس من شغلي وأنا تعبانة فيها جدا والجمعية ما فيهاش ربا ولا حاجة سبحان الله إيه اللي بيخلي الناس تفكر دايما بالحرام؟ إيه اللي بيخلي الناس تيجي على بلها الربا؟ أنا والله بشفق كتير جدا جدا أنا على فكرة أقول بس للأهل التدين الكم وعلى أهل الناس اللي تدخلوا وقفتوا الناس بغير علم أنتوا هتتحملوا وجع قلوب الناس دي هتتحملوا شك وحدة اجتهدت وبازلت بدل ما هي تفرح بنعمة ربنا تفضل خايفة وأرقانة عشان فتويكم اللي بتخوفها عشان فتويكم اللي هي في الحقيقة كل اللي أنتوا بتقدروا تعملوه مش إن كنتوا تمارسوا العلم وتقوموا بصنعة الفتوى لكن ترعبوا الناس عشان يفضلوا حاسين أن دينهم محتاج لكم أنا آسف ولذلك مكحول رضي الله عنه قال الفتوى رخصة من عالمها أعيزي يقول ليه؟ الفتوى سعة من عالم فاللي أنتوا عملتوا في الناس ده الرعب اللي أنتوا عملتوا في الناس ده مين هيدفع تمنه؟ مين هيحسبكم عليه؟ مين هيحسبكم على الرعب اللي أنتوا خلتوه الناس بدل ما يبقوا بيشكروا ربنا على نعمة توفقهم للطاعة إيه اللي يخلي واحدة وهي ربنا سبحانه وتعالى أكرمها بأنها تساعد والدتها على أنها تطلع للحج تروح حتى كلمة الربع في النص عشان دايماً بحسسين الناس أن شبح الربع بيجري وراهم في كل مكان الربع هتجيلك وتوصل إليك أنت بتعيش في الربع يا سيدي لأ تعالى نشوف كده هي بتقول أن هي طلعت والدتها بفلوس خدتها من الجمعية وإحنا الجمعية قاعدنا نتكلم عنها كتير جداً جداً هي الجمعية دي عبارة عن دين ولا الجمعية دي مشاركة ولا الجمعية دي نوع من أنواع إيه الخلاصة أن الجمعية عملية عملية جديدة فيها مشاركة وليس الشركة فالناس بيتشاركوا مع بعض وهي عملية تكافلية الناس بتتكافل فيها عشان تدير حياتها بأن الناس تعطي أموالها بعضهم لبعض عشان يوصلوا إلى حالة يساعدوا أنفسهم على تحصيل أموالهم بيكونوا محتاجين لها لكن كل واحد بيدفع الفلوس اللي هي عليه ويسددها للناس فالجمعية فكرة تعاونية من باب التعاون على البر والتقوى ليه من باب التعاون على البر والتقوى؟ لأن ما حدش في الجمعية بياخد أكتر من اللي دفعه الجمعية إمتى؟ ممكن تكون عتتحول إلى شيء حرام إذا كان الواحد بيدفع شيء وبياخد أكتر من اللي دفعه أنا خدت عشرين ألف جنيه والجمعية عشرين قسم وبدفع ألف جنيه كل شهر طب إيه اللي حاصل؟ العشرين ألف جنيه أنا دفعت عشرين ألف جنيه وقصته بالضبط لا زدت عليهم ولا أقللت منهم أنا أدفع ألعشرين ألف جنيه تماماً بتمام ولذلك نوع من أنواع التعاون فإحنا تعاوننا عشان نحصل النفع للجميع وعشان كده الجمعية جائزة فالجمعية جائزة ولذلك الفلوس اللي أنت دفعتيها في عمرت والدتك هي حلال ما فيهاش شبهة ولذلك إذا كان هذا المال حلال ما فيهاش شبهة فكمان العمر هتكون مقبولة إن شاء الله فإن شاء الله تكون العمر دي صحيحة وتكون مقبولة إن شاء الله عند رب العالمين سبحانه وتعالى لإني لما رسول الله سلم بيقول عن الشخص إن هو بيلبي ومطعمه حلال وغوذي لا خلاص بيتكلم على الشخص اللي بيدعوه لما يكون ده ولذلك لما الإنسان بيذهب إلى العمر بمال حلال ولا شبهة فيه فإلا حاصل إن شاء الله تكون عمرته صحيحة ومقبولة فإذا أرجوكي لا تتشككي وأرجوكي دعك عنك الوسواس وعيشي مع مولانا سبحانه وتعالى وعيشي بنعمة إن ربنا سبحانه وتعالى يسر ليكي وبرتي والدتك فاللي أنت تعمليه دلوقتي أن أنت تشكرني نعمة ربنا على إنه يسر ليكي أن تكوني بارة بأمك ده اللي يشغل بالك دلوقتي ما يشغلش بالك أي حاجة تاني اشتركوا في القناة